يا جماعة اهي واضحة جدا وبينة زي الشمس بفضل الله تعالى كلمتين وشوية معنويات هبدوا الدولار نعمل ايه بقى؟ امسك حلق اشتغل مفيش حاجة انا اللي حاصل النهاردة ده والله العظيم يعني رسالة لكل مصر ولكل المصريين اللي كانوا اللي بيتخضوا لما بيحصل ازمة سكر اللي بيتخضوا لما الشقعات بتطلع اللي بيتخضوا لما يقولك الدولار يا نهاري سويد احنا ضيعنا ده احنا البلد خربت احنا مش عارف ايه سمعنا الكلام ده الشهرين اللي فاتوا كتير باحباط بتحس ان البلد كان كاهلها مثقل يعني حصل لنا انفراجة مع مؤتمر الشباب كده لما شفنا الولاد ومنورين كده وبيتكلموا وبيتحوروا كانت انفراجة كبيرة تاني انفراجة مع قارات مجلس الاستثمار اللي اتخذها السيد الرئيس في انفراجة على المستوى السياسي الشباب اللي محبوسين والناس عايزين يطلعوهم يطلعوهم بس اللي سبت اللي من غير اللي ياسبت عليه تهمة جنائية ما يطلعش نطبق القانون كل دي حاجات فتحت مسام البلد وافرجت عنها ما بالك بقى لما القرارات دي تخش حايز التنفيذ ما بالك النهاردة كان عندنا النائب العام المساعد الايطالي لسه ماشي وتقريبا موضوع الجيني ده تلضم للناس فهمت الناس فهمت انه الموضوع مش طبيعي يا جماعة ايني بتدور على حقول الغاز يدبح لها شاب ايطالي فرنسا بيتدينا المسترال تقع علينا الطيارة روسيا بتقول السياحة وبتدعمنا بالطيارات الهليكوبتر اللي هتيجي على المسترال وشوية علاقات اقتصادية يتضرب لها طيب هنهزر مؤامرة طبعا مؤامرة طيب تمشي المؤامرة ازاي او ما تمشيش تمسي حسب قوة ضغط دم هذا البلد ضغط دم عايز يحافظ على نسيج الوطن وحافظ على بلده واقف ركابنا خبطت في بعض وقلنا فاكرين انتو لما صلاح الدين الايوبي في ريتشارد قلب الاسد راح للدوق ده وقال له قال له قوتنا ضعفت بعد ان اصبحنا قلائل قال له قلائل تثمي جيوش اثنتي عشرة دولة اوروبية قلائل ده في الفيلم الشهير اول ما ركبك اتخبط في بعض خلص الفيلم لا احنا مش عايزين ان ركابنا اتخبط في بعض ايه الدليل هل احنا من مسكين ابواق وعملين بندعو الى ان ركبنا ما تخبطش في بعض بلا دليل لا في دليل ايه الدليل النهارد الهبدة اللي في الدولار دي انت بتتكلم في سبعة جنيه يا مؤمن سبعة جنيه عشان تعرف ان ده من السعر الحقيقي وفيه ناس بتستغلينها بتتجلب في ستين جنيه للدهب ستين جنيه للجراء طاق صباح الخير يبقى احنا عايشين في كذبة مين بيصدق كذب اللي بيصدق كذب يستعمل احنا من النهارده المفروض نفتح صفحة مع نفسنا ونقول اج نقسم بالله العظيم نقسم بالله العظيم نقسم بالله هنحارب الشائعات عشان نصدق الكذب وهناسخ في بعض هو ده الموضوع مفتحة ثقة زائد بصراحة من غير القرارات اللي تمت ما كانتش الثقة حصلت برضو دي رسالة للحكومة ان اصحى يا سادزة ان انت رحت اتعامل جهد مميز جدا رحت قرارات لسيد الرئيس الدرسة خدت قرارات بقوة الناس عرفت ان هي لو حصل حاجة هتقدم شكوى المجلس على الاستثمار الرئيس شخصين اللي هيتدخ خلص الفيلم فالناس اتطمنت فالناس اتطمنت هنا بقى كلما نشطت قدرتنا على اتخاذ قرار صحيح والسعي اللي تنفيذه ما بقولش لسه نفذناه السعي اللي تنفيذه البلد دي هتتحرك لقدام والدولار ده هينزل تاني دلوقتي توقيت مناسب جدا لاي قرارات في تقديري المتواضع اي قرارات كان بنك المركزي عايز ياخد قرار الحكومة عايز تاخد قرار لان الناس فهمت ان دي لعبة انه الصعود ده ده مزيف كان في بعض الناس يقول لك يا نهاري سود ده لو عوّموها يوصل 25 جنيه لا يا حبيبي ولا 25 جنيه مان حاج هي الفلوس مالية البلد بس هي تشالت وتخزنت ايه ده كل الموضوع تعالى الدكتورة يومن دلوقتي بتقولك على الدورة انا قلتش انا حاجة مجرش اشتهاش دي استاذي اقتصاد وعلوم سياسية من هزرش مجرش اشتهاش الدورة انت النهار ده لو وجهت استثمارات خدنا قرار بكرة الصبح ان هنوقف الواحد وسبعة من عشرة مليار دولار بتوع الدورة الصف والستمائة مليون دولار بتوع الفول وهوجههم لاستثمارات وهدعم الفلاح المصري لان انا ما دعم الفلاح المصري بدخل الفلوس جوه البلد انت ما تدعم الفلاح اشتري يا اخي باغل السعر ما انت بنتبهدل لما الدولار بتضرب بنتبهدل النهار ده انت كنت بتشتري على 17 جنيه النهار ده ب11 طيب لو انت اديت بقى للفلاح اتنين جنيه زيادة اتنين جنيه زيادة والله هيلا يبقى سبعة الدولار وهفكركم وان شاء الله هتحصل لانا مش هتتسب كده مش هتتسب كده انا خدت كل الورق بتاع الاستيراد ده وشيعته في كل حتة في الدولة كل الناس ده ما يعرضيش ربنا ونشرته في الجورنان وقلته في البرنامج وناس كتير من المشاهدين تفاعلوا مع الموضوع لانه ما ينفعش نستورد كل ده يا جباعة كلمتين تخلص علي تخلص كل ازماتنا والله 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 اهو الدليل ايه عم خالد اهو النهار 11 جنيه و60 جنيه 11 جنيه دولار والجرام نزل 60 جنيه في الده صباح الفل يا باشي صباح الفل نصخ في نفسنا بس والحكومة باذن الله لو حقا لما يحصل فيها التعديلات هيحصل تعديلات قريبة لما يحصل فيها التعديلات التعديلات دي تدو ياخدو القرارات بجدية اتزنق تعم ادروح للرئيس يعمل لك مجلس اعلى للسياحة ومجلس اعلى للتعليم اهو الرئاسة النهاردة عاملة خبر حلو جدا على موضوع مصر بلا امية ومدخل شباب الاحزاب في المشروع معنويات بتترفع كل ما معنوياتنا تترفع كل ما البلد اقتصادها يتقدم والله العظيم كلمة طيبة ده ربنا اللي بيقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء صح اصلها ثابت وفرعها في السماء ده مين اللي بيقول ربنا صحاب كلمة كلمة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار اللهم اجعلنا من اصحاب الكلمة الطيبة واجعل هذا البلد مهدا لكل الكلام الطيب وعدوا لكل الكلام الخبيث واسفكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة